قبل حلول الشتاء بأيام يكدس الحاج أحمد في متجره الواسع بمدينة السليمانية أصنافا متنوعة من البخور المحلي والمستورد من الهندي وإيران وباكستان ودول الخليج العربية إذ تنتعش مبيعات البخور في هذا الموسم بسبب استخدامه على نطاق واسع في أغلبية البيوت والأسواق كتقليد اجتماعي يمارسه سكان هذه المدينة منذ القدم أما هذه الأصناف من البخور المحلي المصنوع من الأعشاب والأسهار المجففة فتفضلها النساء المسنات التي يعطرن بها أزياؤهن الشعبية في المناسبات أجدادنا القدماء استخدموا البخور في العديد من مجالات الحياة ونسعى نحن لتعريف الجيل الجديد بأهمية استخدام البخور سواء للتعطير أو تنقية أجواء المنازل أو لإشاعة الراحة النفسية وجلب المحبة والوئام الشباب هم الفئة الأكثر اقتناءا للبخور خصوصا الأصناف الخليجية التي تمتاز برائحاتها الزكية وأسعارها الغالية وتتضاعف مبيعاتنا في موسم الشتاء الشباب هم الأكثر إقبالا على اقتناء الأصناف المميزة من البخور التي تتراوح أسعارها بين 20 إلى 100 دولار لتقديمها كهدايا في المناسبات الخاصة أو استخدامها في الأعراس وأعياد الميلاد وغيرها من المسارات عشق رائحة البخور خصوصا الأصناف الخليجية ذات الروائح المميزة ومثل الكثير من الشباب الكرد إذ بات استخدامه تقليدا شائعا في أوسطنا خصوصا في المناسبات أو في تعطير وتنقية أجواء البيوت لما لرائحتها من أثر عميق في إشاعة الراحة النفسية وجريا على التقليد الاجتماعي الموروث فإن بخور الحرمل ذي الرائحة النفاذة لا يزال يستخدم في العديد من بيوت السليمانية لدرء الحسد كما يعتقد مستخدمه لم يعد استخدام البخور مجرد طقس لما يعتقد بأنه تطهير للبيوت من الأرواح الشريرة بل غدا بمرور الوقت تقليدا اجتماعيا في إقليم كردستان العراق لا سيما عند استقبال الضيوف هيوة عزيز سكاي نيوز عربية السليمانية